السلام عليكم يا دكتور هالة راحت الأسئلة السلام عليكم يا دكتور هالة أنا حابة بقى فضفض مع حضرتك وبدون اسم أنا حاليا 25 سنة متقدم لعريس اتقابلنا مرة برة في وجود الأهل في البداية لم يحصل قبوله ولم أشعر بارتياح ولما قررت الرفض طلب أنه يجي البيت قعدة التعارف فقلت تفضل أهلا وسهلا لما جاء قعد أنا من طبعي مش بعرف أتواصل كتير ولا أفتح مواضيع فلما روح بيشتكي أني متجهلة مع أني وضحت أني مش بعرف أفتح موضوع ولا بعرف أتكلم كتير نقطة كمان لما تكلم عن مواصفات الشخص اللي أنا هبقى معاه قلت له اللي أنا عايزاه ومنها أني خايفة أن الشخص الوحيد لمامته ما يبقاش لي رأى وابن أمه ويبقى ابن أمه بس أنا ما قلتها صريحة طيب المشكلة إيه أنت أصلا ما فيش قبول من البداية هو حب أني يعمل مرة تانية أنا بفاهم الشباب في الفترة يا جماعة أول أعدى والتاني أعدى عليك أنت ما تتوقعش منها أن هي أنت بتسأل وها بترد أنت ما تتوقعش منها أن هي اللي هتبادر إلا إذا كانت بقى بره متكلمة وبتبادر وبتعرف تدير الدنيا لكن عادة البنات لأ طبعا بيتكسفوا جدا وبتحرجوا جدا فالمفروض أن الأعدى الأولى والتانية والتانية الحد ما نقرر الفاتحة تمام قرأنا وعملنا الخطوبة والكلام ده خلاص هي بيبقى في حضور الأهل وأنت برضو اللي بتفتح المواضيع يا ابني الراجل هو صاحب الخطوة الأولى دائم أنت المبادر إلا إذا أنت شفت منها حركات متجهلاك يعني سألتها ما بتردش قلت لها ما سكتت دائرة وشاهتة لكن بترد أدام فتحت سؤاله بترد على قده أو كده أنت بتجرجر وتعلمه الكلام ده فالمفروض ما يلومش عليك في حاجة زي كده لكن خلينا أرجع للنقطة اللي أنت قلتها أنا بالبداية مش متقل القبول ده ما نقدرش نتكلم فيه مش مرتاحة ما فيش قبول يعني مثلا نقول إيه فيه صفات شخصية طب قعودي معا مرة واثنين وصروف طب مش عارف عنده خايفة من نقطة موضوع إنه وحيد أمه دوت وكان فتحي والقرار هيبقى إزاي ولو إحنا ولو فيه أمر أنا ليه رأي وانت لقم رأي مين يمشي ولا طب مين يتدخل يعني الكلام ده بيتقال ويبقى من الصراحة كده من البداية عشان نبقى فاهمين إحنا بنستخير على إيه طيب كذا طب رأي ربنا طب الشرع قال لازم من حاجات دي تتأسس قادي قادي المخايف وبقولها هو المفروض علينا طب منك لو هو صاحب قرار لكن القبول ما قدرش أتكلم فيه لأنا ولا غيري ولا أبوكي ولا أمك ولا الدنيا متقول لك لا 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 مش عايزة أقولوكو كان من البنات بيدحك جدا عاجزة كده أقولك لا لا أنا مش قادر الله دكتور شانبو أنا أقول لك لا 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 يعني فيه قبول وفيه عدم خلاص وهو نسب زي ما هو يقولك أنا مرتاح لفلانا مش مرتاح لفلانا ما ده برضو فالقبول ما نتكلمش فيه أنا مش عايزة كي تزعلي ولا الكلام ده بس تتعلمي ولم حدش يعني يرمي عليكي غلط وهو مش موجود لأ أنت القاعدة الأولى والتانية والتالتة كمان أنت مبادر وأنا برد عليك تتعلمي أنا مجهلاك لو أنت سألتيني وأنا مردتش عليك ساعتها بقى تقولي آه بس وضح الوضع بالصورة دي ولو فيه نصيب هو أو غيره إن شاء الله ربنا هيكرمك بإذن الله أدو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير الله ومأمين